أكتب المقدار التالي بالصورة الأسية 6 ضرب 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 6 طيب عشان نكتب أي مقدار بالصورة الأسية نحتاج إلى شيئين الأساس والأس في البداية خلونا نعرف الأساس الأساس هو العدد المكرر يعني عدد المكرر لدي وشو؟ الستة فأكتب الستة طيب نجي لشيء الثاني اللي هو الأس الأس هو عدد تكرارات الأساس يعني هنا خلونا نحسب عدد تكرارات هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معناها الأس رح يكون ثمانية معناها أن الصيغة الأسية للمقدار التالي هذا رح يكون ستة أس ثمانية طيب ننتبه من خطأ شائع عند أغلب الطلاب الخطأ وشو؟ أن الصيغة الأسية يكتبها بالطريقة التالية ستة ضرب ثمانية طبعا هذه الطريقة خاطئة لأن ستة ضرب ثمانية كم تساوي ثمانية وأربعين طيب ستة أس ثمانية لهذه ستة في ستة في ستة في ستة كم تساوي؟ لو لاحظ ستة في ستة بستة وثلاثين ستة وثلاثين في ستة بيعطينا عدد كبير ثم في ستة ثم في ستة إلى أن وصل للستة الأخيرة رح يطلع عندي عدد متضخم لكن ستة في ثمانية رح تساوي ثمانية وأربعين وهذه لا تساوي ستة أس ثمانية معناها أن الطريقة هذه خاطئة الستة ضرب ثمانية خاطئة والطريقة الصحيحة هي ستة أس ثمانية طبعا الأس لها مسمى آخر اللي هو القوة وشكرا